الناسين والقرآن الحكيم إنك لمن الرسلين على شراط مستقيم أنجل العزيز الرحيم إذن رفوهم لا أغير آباؤهم بهم وافنون لقد هفضوا على أفسرهم بهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعبادهم أغرانا فهي إلى الأبطال بهم محمحون وجعلنا من بين أيديهم سدى من خلبهم سدى ورشيناهم فهم لا يبصرون وسواق عليهم أنزرتهم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تجر من تبعده وخشر أحمن من غيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن حضا ولنما قدموا آسارهم وكل شيء وصيناه في إباب مبين وغر الله صلى الله عليه وسلم أصحاب القرية إذا أمنا رسلون إذا أرسلنا إلى المسلم وغذبوها أعزلنا رسالة المقاد وإنا إليكم مرسلون قادوها أنتم إلا شرم بسمنا وماذا الرحمن من شيء أنتم إلا ذات مبين قادوها أرغنا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ المبين قادوها إلا تغيرنا لكم لأننا لا أرجم لكم وليما سنكم منا أعزاب المدين قادوها أعزاب المدين وإن يكركم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم تبع المرسلين إتبعهم ليسلكم أجر وهم وددون وما علينا أعمل لأي فطرني وإليه ترجعون فيتخذ من دوني أنا تنير الرحمن ودوني عني شاء بعض مشاء ولا ينقذون إذ إذا لم يوم للم مبين إذ يامن بربكم أسمعون إلى دخل الجنة قال يا لئة قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت زل صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهدهم رسول إلا كانوا يستنسيون فلم يرقم أهلك قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن قلوا لما جمعا لدينا محضرون فيقل لهم الأرجمة فحيناها وخرجنا منها حبا فمنه يقولون جعلنا فيها جنة في الداخل وعنابها فجرنا فيها من العيون لأنقلوا من ذمني ومع من أنزلين ما فلا يشكرون سبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما ثمت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون فأيض لهم الذين أسلخوا منه النار فإذا هم مظلمون فشمس تجري لمستقر إلا هذلك تغرير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عانك الأرجون القديم فشمس ينبغي لها أدرك القمر إلى السابق النهار وكله في فلك يصبحون فأيض لهم أن أحمد برياتهم في الملك المشحون فخلقنا لهم منه ما يركبون فإن شاء نبركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منه ومدعا إلى حين وإذا قل لهم تقوم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ومددهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغرضين فإذا قل لهم أفق بما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أتمنوا لهم يشاء الله طعمه إلا يدق الله في ظلال مبين ويقولون ماذا هذا الوعان هم كنتم صادقين ما ينظرون إلا صحنا واحدا ندخلهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في صور فإذا هم من الأجرات إلى عرفهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان زلا صحنا واحدا فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون أفضل شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن عظم الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم قنتز اليوم أيها المجرمون ألم عاد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شعصا إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا أصراط مستقيم ولقد أظلمكم بله كثيرا فلم تكونوا تعاقلون فإذي جهنم الذي كنتم توعدون نصلها اليوم بما كنتم تكفرون فاليوم نخدم على أفضلهم ونقلمنا إليهم ونشأل أرقلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأل فمسنا على أولهم فسبقا صراط فأتنا يبصرون ولو نشأل ما سخناهم على مكانتهم فما سطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن وعبره الركز في الخلق أفلا يعقلون فما علمنا شعر ما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين ينظر من كان حيق القول على الكافرين أولم رأى الداخل أما لهم مع أجل سهدين أن عمقهم كامانكون وزلدها لهم منها رقوب فمنها يقلون ولهم يا مناف ومشارك وأما لا يشكرون فالداخلوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يصدعون نصرهم فهم لهم جود محضرون فلا يزوق قولهم إذنا نعلم ما يسرون وما يعالنون أولا قرر الإنسان أننا خلقناهم من ثطابة فإذا هو خاصب مبين مضرب لنا مثل غلاسي خلقه قال من يحيي لنظام وهي رميم واليحيي الذي أنشاه هو لبرد وهو بكل خلق عليم الذي جعل لهم من الشاجر الأخضر ما رغى إذا أدمنوا توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض من قادر ما على أن يخلق منهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أرد شأن يقول له كن فيكون فسبحان الذي يريم لكم كل شيء وإليه ترجعون فيا أيها الرجال منها شباعة صدوا عليه وسلم وتسليمها أهما صدي وسلم ومارك عليه وعلاك يا من يخضر يصاله ويقظة ومناما صلى عليه وسلم وتسليمها الله أهما صلِّ وسلم ومارك عليه وعلاك يا ربي صل على محمد أشرب بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعى إلى الحق يا ربي صل على محمد 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 واجمع من الشمفات فرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واصل وسلم قد تعرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وافتح من الخير والمغنق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وافتح من خير والمغنق وافتح من خير والمغنق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وافتح من خير والمغنق وافتح من خير والمغنق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد محمد ومن يحبل النبي توذاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد اللهم صل وسلم وغالق عليه وعالق أعوذ بالله من الشياطان الرجيم لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيزا علي من عليته حريصا عليكم من بالمؤمنين رغوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه دوكلته رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليموا يا ربي صلوا يا ربي صلوا يا ربي صلوا give of me فانتشرت آثر شرفي الإحوال مشهادة والغياب فما أجل هذا المن الذي تكرم بي المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة وغرات فيها يكدر محمود فتعطضت بوجود يا أكنف الوجود وتراز البرد العواد بتراز تكريم الله أصدق وسلم أجرب صلاة وتسليم على أخي سيدنا ويبينا محمد الرحيم الله أصدق وسلم أبارك عليه وعناله تدل الحق في عالم قلس الواصع تدل يغضى بانتشار فضني في القليب وشاسع ولا أخذ حمل الذي لدى الحسن أفرده بتعداد ولا يمن تكرره بكثرة ترداد حيث أمرز من عالم الإمكان صورة هذا اليسان يتشره بوجود الثقنان وتتشر أصرره في المكان فما من سر للتصل به قلب منيب إنها من سواب ويغض إناه على ذا الحبيب يا لقد من سروره قد توادى بحبيب عمنا لا منوادى جلما شرب الوجود بنور ومر البون بجته ودمانا سبقه عدد والتبقى بالحسن على مقام ودناها في مذيوة عنا لا حدث العيون في مثلت بشرا كافلا يزيح ودانا صلى الله عليه وهو من فغل بما قدرته رمعتا في شغني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة يمتنان ما يعزز عن ما في النسان ويحر في دعوني معاني من ذنان صلى الله عليه إن أشر منه في عالم الوطن والذور فافل الحدود الخلق ينور صلى الله عليه بشرتنا آية في ذكر الحكيم ببشارة لقد داءكم رسول من آفسكم عزيز علي ما عانيتهم هريس عليهم بالموقن الرافر رحيم صلى الله عليه فأفجد هدي المشارة وتلقى آمقا بالسليم وقعنا وديا إلى نفس وراتي بالمسرم الله أصدر وسلم شعب صلاة وتسقيم على سيدنا ونبينا محمد رب رحيم الله أصدر وسلم وبالك عليه وعنانه وأشأل أن لا إله إلا الله أحلى ولا شريك له شهادة تعلم من اللسان عما تضمنه الجنان من التصليق بها والإذعان تزمن بها بالسلون من الإيمان قوائل وتلقى على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصليق شوائل وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا العفد صالح في قومي وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبلغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كذيرا فكان في ظلمة الزلل واستفسرين سراجا وقبرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها على المشر فما أوسعها من نعمة يتشر سرها في البحر والمبر اللهم صلِّ وسلِّم بعدا للصنوات وادمعها واسكت باحيات ومسعها على هذا العبد الذي وفى بحق ماضية وبرز فيها في خنعة الكمال وقاب بذكر ميد بمواطن الخدمة لله وقبل عليها يتنقال صلاة يقصد بما روحا وصنِّ عليه منه ويغزل في ظلمه نور سر ذعنكه بي وحبه ويكتب بها بعناية الله في حذبه وعلى آله وصحبه الذين ارتغى صوت النذل بقربه ودفي أولينا نصر في العصني برده وحبه واعطر الأخوات بلسع ذكرهم حسين اللهم صني وسلم جرب صلاة والسليم على زيننا ونبينا وحبه الرحيم وحبه الرحيم سلم والسلم صلاة الله الله عليه الصلاة الله عليه ويهلالبركة الله عليه الصلاة الله عليه اللعبة صلى عليم النبي يا حضيرين أنمع المعقين النبي يا حضيرين يعلمو عقب اليقين أن رب العالمين فرضى الصلوة لعدين أن نبي صدر علي صلوة الله علي وين دون فراطة كلها فصل علي النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر وين دون فرطة وين دون فرطة وين دون فرطة أن نبي صدر علي صلوة الله علي وين دون فرطة 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 صلوة الله علي وين دون فرطة وين دون فرطة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الله صل وسلم ومارك عليه وعناله أما بعد فلما تعلقت رانة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة البايرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت ميضة التصوير في العالم المضلق الكبير عن جمال مشهود بالنعين حاول لأصل الكمال المضلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاف الكريمة والبطون فما من صلم ضمه إلا ذمت عليه من الله فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بماطن استقراره ومودع خروجه وقد قضت الأقدار الأزليات بما قضت وأظهرت من زر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره من الأصلاف الفاخرة والأرحام شريفة الطاهرة حتى مرس في عالم شهادة بشرا لك البشر ونورا حير الأفكار ظهره وبهر فادعلق زفة الراغ من هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجيب ذلك النور معروف وإن كانت الألزل لذبيب عشر معشار أوصاف ذلك الموصوف لشيقا لسامعين من خواص المؤمنين ودريحا للمتعلقين من هذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقدام عن شعور خير الأنام ولكن أزل إلى تلوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله من في مولده من الفضل الذي عم العالمين ومقيت رأيته في الكون منشورة على مر الأيام وشهور والسنين إلا تعي تعلق بهذه الحمرة الكريمة ولا عجت شوقي لا سمعي أو صافي العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم وصافي فينخلان في شفعة هذا النبي شافع ويدرواحان بروح ذلك الدعيم الله ينفع به المتكلم وإشرف صلاة وتعليم على سيدنا وأبينا وحلال للروح الحين وقد آن للقلب أي خط ما حركت فيه الأنامل مما استفده القلب من صفات هذا العمل المحبوب الكامل وشمائله الذي يعصن الشمائل وهنا حزن أن نثبث ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآذار ينتشرف بكتابته القلب والقرنطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد منغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المدع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق مرس في العالم ومن ذا فرع الوجود خلقا بعد خلقين فيما حدث وما تقود وقد أخرج عبد الرزاق بزنانه عن جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنه قال نمت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء ورد بيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث يمي أوري رضي الله عنه أنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أولى النبيين في الخلق وآخرهم في البعث قد عددت الرواية بأدنى أول الخلق وجودا وآشرهم مولودا ولما كانت سعادة لابنية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البنية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صدب آدم ونوحين وإبراهين حتى أوصلت ويد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم يا أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه الذي في المخايف آمنة فالسيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبر الله فألقاه إلى بطنها فضمت أشوا بمعونة الله محافظة على حقها ذي الدرة وصلها فحمل زب رعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقنا ولا تشكوا بإذنه ولا بد ولا علنا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقربا قطب رزيل على الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم وقربا قطب فضلي وتنتشر في أذار مجده الصبيب الله وما صلي وسلم تشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبي الله محمد في الرحيم أما صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في صرور وابتهاج بكل بظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى تقوات جواهر كنوجه وكل دابة لكريش نتقت ببصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تنفي حملها بغلام من بركات وسعادتها الأنمان ولم تزال الأرض والسماوات وتنمخة معتل الفرح بملاقات أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريب والتعظيم ببرز هذا المشهر الكريم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد بالرغم الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى لي فحين قربان وادعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأراضون ومن فيه النبي الترحيم وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المسطور ليبرز نره كاملا في عالم ظهور نورا فاق كل نور وأنفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وتعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممنود فحاضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية فتلوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور وبرز الحامل المحمود وزعنا لله بالتعظيم والسجون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا صلى الله عليك وشراق البدر علينا وخطاق البدر سلام عليك يا صلى الله عليك يا صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا صلى الله عليك يا ربي سلام عليك يا صلى الله عليه وسلم 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 يا رسول السلام يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك يا رسول السلام 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 عَلَيْكَ لَا يَا رَسُولَ سَلَامْ عَلَيْكَ لَا يَا حَكِبَ سَلَامْ عَلَيْكَ سَلَامْ عَلَيْكَ ثَهِ stringَ لَا يَا قَحِبَ سَلَامْ عَلَيْكَ خَرْبَ سَلَامْ عَلَيْكَ وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلانه ولغد التصف صلى الله عليه وسلم من محاصل الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا فأولهم إلى مكارم لخلق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علم وربقا قر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لخلق السهل واللبز المهتوية على المعنى الجزر إجاد عاه المسكين واجابه إجابة مؤجلة وهو لغ شبيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوية من المرية ومن نشر تبيض عن صراط الطرق والمنازل فبعرف ذكره الله طيبا في المجال والبحافظ صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلقه بالبرية محمود إلا هو فرد طلقه عن سيد الوجود صلى الله عليه أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاب عزن كنت على مجدها أخذ على نجمسها في علاجه صلى الله عليه وقدم بسط الخلم في تدوين ما أفاد والعلم من وقاع موضد النبي الكريم فإن كاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والعظيم والخلق العظيم الله عليك فحشنا مني أن أمسك علنة الأخلاب في هذا المقام السلام عليك السلام عليك أيها الدبي ورحبة الله وبركاته السلام عليك أيها الدبي ورحمة الله وبرباده السلام عليك أيها الدبي ورحمة الله وبرباده ومذلك يأصن الخدم كما يأصن تغليب ويأبضل صلاة وتسليم الله صدق وسلم وشرف صدق وتسليم على سيدنا والأبينا محبّر روح الرحيم الله صدق وسلم وبارك عليه وعلا يأكرم الخلق ما يأكرم خلق ما يأكرم اشتركوا في القناة 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 وعما ببركته اشتركوا في القناة 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 البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن حسين من جميع البلايا وفرهزمك من الظنوب والخطايا وادمنا في العمل بتعتك الصدق في ختمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين فاختم لنا منك بخير أجنعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله ربعا لم نفضل صبحان ربك وربعزة عميسفون والسلام على المبسلين والحمد لله رب العالمين يا خانا يا سمان يا خطبا من بي الأخوان يا خطبا من بي الأخوان يا خطبا من بمك يا خطبا من بي الأخوان يا نحوأن يا العالمين اشتركوا في القناة 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 سغيسة ابوهرا وعليه وص� مكتabil فاتها بحقه محلو مكotype ترجمة نانسيح محمد سمان 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 اشتركوا في القناة 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 membaca sejarah kehidupan orang-orang solih itu menjadi kafarat menjadi penabus dosa ini bagian daripada rahmat Allah kita membaca sejarah kehidupan orang-orang solih dapat ampunan Allah itu Allah sayang Allah sayang apabila kita lawan wali Allah kita ini ketujuh membaca sejarah kehidupan wali atau membaca menakib artinya kita himung apabila kita himung Allah himung jadi dicurahkan rahmat sayang Allah sayang dapat ampunan sayangnya Allah dapat ampunan sama seberasaan tadilah untuk membaca dapat ampunan untuk memandang dapat ampunan mendengari ya kalau nah dapat aja pengelabih untuk membaca beliuran nah semoga pulang kita harapkan mudah-mudahan apa yang ujar Allah dalam Al-Quran apa itu waqullannakusu alayka min ambair rusul manusabitu bihipu adak sekalian kami kisahkan ujar Allah kepada engkau ayah Muhammad daripada kisah-kisah para rasul apa-apa idahnya manusabitu bihipu adak untuk meneguhkan batin untuk meneguhkan jiwa untuk meneguhkan keimanan hati jadi kita nih sekira-kira ketujuh lawan wali-wali Allah lawan nabi-nabi sama jiwa itu peidahnya akan selain daripada memurahkan rezeki tadilah dunia dan rezeki akhirat dapat ampunan tadilah lawan bisa menambah rahmat daripada Allah dengan menguatkan iman meneguhkan batin meneguhkan batin ya kalau lamun urusan keimanan urusan keimanan itu yang paling teguh yang paling kuat sudah yang lain daripada nabi-nabi khususnya nabi kita kalau urusan mentauhidkan Allah urusan mengasaakan Allah yang paling kuat nabi kita sudah dan nabi-nabi yang lain yang ikut yang dibawah daripada kekuasaan nabi kita s.a.w. nabi kita mentauhidkan Allah senang kiasa senang kiasa siang malam dimana aja kapan aja sehingga bahasa kita menjadi darah daging pengasaan terhadap Allah menjadi darah daging sehingga Rasulullah itu kadu'ani lagi bergerak berdiam berpender berpender itu sudah menjadi darah daging mengasakan Allah nah kemudian diterusakan orang-orang ini tadi ada dapat hidayah ada dapat anugerah Allah untuk mengasakan Allah berbohan para orang-orang solif para awli-awli Allah ini makna ini terutamalah berbohan para zuriatnya Rasulullah karena mereka-mereka itu dapat anugerah dari Allah kuat jiwa kuat batin menangkada kuat atau menangkada lain pada itu berbohan kita ini mengasakan Allah karena bisa karam ya kaya keberat kapal karena kada kuat kada kuat nangkada kuat kuat lalu lagi kaya pada orang-orang gila aja lalu nah bisa kita orang akhwal ini sampai kepada pengertian daripada hakikatnya para nabi para awli Allah tadi asal dengan pegangan para awli Allah yang di atas ini tadi juga nah seperti pegangan para habaib kita ini kita ini perlu pegangan para habaib yang kita yang ziarah-ziarah kepada awli Allah nah yang sudah meninggal sudah wafat untuk kita di kumur itu hakikat kita tetap pegangan kita bahwa wali Allah tadi kan tetap hidup nah ini kalau dalam saat kita ziarah itu apa apalagi kepada Rasulullah minta pegang karena kita ini kada kuat kada tahan kada pegangan daripada nah daripada nabi kita tadi terus kebawah para awli Allah pada nanzuriat-zuriat Rasul Rasulullah kita kada tahan ya tidak kada sanggup ya kada sanggup pengasaan Allah tahwe kita percaya bahwa Allah itu asah arti asah tak tahwe satu arti satu ya asah asah ya itu nah tapi mempraktikan keasaan Allah ini dimafak padahal kita bertesahut masih bersumpah bersaksi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang asah Allah buktiakan keasaan Allah dimafak nah ini praktiknya siang malam ada yang tadi yang wasiat Tuhan saya memasang tadi dimafak hendaklah wajah musyahadah wahdatul apal wahdatul sifat wahdatul itu jalan untuk pengasaan Allah wahdatul apal mengasahkan apal Allah perbuatan jangan lupa buatan Allah melihat gunung jangan lupa itu buatan Allah melihat apapun makhluk ingat itu buatan Allah makhluknya Allah jangan tertinggal Allah ini sekira-kira bisa pengasaan apal Allah sampai gawian perbuatan gerak diam kita kita bisa berulah karena yang maha pencipta yang berulah yang mencipta kita yang merawat kita gerak diam kita ini kita bisa berulah adalah kita berulah berulah semuanya gerak diam kita ini buatan Allah nah ini ya pengasaan jadi itu wayah kita digidangan guru membaca oh hilang iya kalau nah orang tadi yang amal kuat jalan terus siang malam naiklah mereka itu menjadi pangkat wali Allah karena pengasaan terhadap Allah jadi barisah kita latihannya jadi seperti Nabi tadi Nabi sudah dapat cap Allah wahdahu syarik Allah Muhammad dan abduhu warasullah siapa orang-orang yang dibawah bimbingan Nabi yang pegangan Nabi ini tadi dari para sahabat dan seterusnya para awli Allah yang sekarang nah tapi ini tadi urusannya urusan keimanan urusan iman urusan iman ada hubungannya kita dengan Allah itu urusan mereka yang kada berjaya dengan pembicaraan ini tapi bagi kita yang percaya seperti itulah perjalanan para olia para Nabi bukan Allah itu jauh di sana kada bukan Allah di atas sana kada dalam pengasaan Allah batin namun kuatnya kuatnya Nabi kita kayak apapun dapat pengasaan Allah sekadar mengalahinya hakikatnya Rasulullah dalam pengasaan tetap pangkat beliau itu adalah abduhuwa warasuluh hamba tetap hamba jadi siapapun apalagi kita pengangguran ini Nabi Muhammad tetap abduhuwa rasuluh kita pengangguran sudah sampai mantap pengasaan Allah tadi ada lagi hamba ini pungkangan ada lagi hilang lalu dia makan bisa behera juga nah kemudian diteruskan kita sedikit mengaitakan kisah kayak datuk kelampayan dalam bimbingan Tuhan saya mamas seman kadang naik kadang turun naik tetap karena beliau kuat katanya kuat batin jadi masih bisa kembali bisa kamu rasulullah kalau kita bukti dalam istra mi'erud sampai ke luar angkasa sampai kadang lagi bahasa tokul hanya empat mata tapi tetap Nabi kita kembali ini kuatnya jadi namun kita jalan pengasaan terhadap Allah tadi masih ada yang membimbing kita mesti kita ikut minta pegang jadi kita minta kuti ujar guru bahar kalau kita ini kita tuli kita bungol buta tuli pulang menar hadap Allah kita ya kalah buta tuli jadi minta kuti minta pegang lawan yang kuat kaki kita berdoa supaya murah rezeki dunia saja yang adakah minta pegang minta minta pegang untuk urusan hakikat kita ini kurang kalau urusan batin tadi orang orang di atas ini membimbing kita ini kita perlu hubungan jadi kita ada kita yang haulan yang benda haulan disini ya kalau kita keruncaan ini perlu hubungan orang orang di atas itu orang di atas kita di bawah ini apa ada perlu ada hubungan dengan orang di atas tadi jadi jadi peidahnya membaca sejarah kehidupan Nabi Allah mengisahkan dalam Al-Quran kenapa karena untuk menguatkan batin khususnya seperti kita membaca sejarah kehidupan Nabi jadi ada peringatan maulid ada peringatan israt mi'erad itu napa peidahnya sedang daripada ibadah akan menambah keimanan kita tambah lagi pulang diterusakan dengan sejarah daripada orang orang shulih atau daripada menakib menakib daripada awliya awliya Allah yaitu dengaran wali Allah kenapa itu la khaufun alaihim walahum yazanun wali Allah itu kadada rasa takut kadada diberi takut dihilangkan rasa takut dihilangkan takutan artinya kalau penuh ini kalau penuh itu kalau penuh kelaparan esok dimapa lagi ini kadada lah tahzannya kadada sanang duka citanya pun kadada jadi gembira tenang aja tenang aja tenang karena mereka mereka itu adalah beriman dan takwa iman medallanya iman dan bertakwa dengan iman mengimani apa aja yang ditakdirkan Allah apa aja yang ada di alam seperti ini yang sudah perkara Allah ini kata putus hubungan dengan kita yang wali Allah itu ada yang berlambat faidah kita membacanya apalagi yang membaca sejarah kehidupan Nabi dari faidahnya ada itu kita terima dengan i dengan iman coba kata dengan iman dengan akal buat apa itu karena Nabi kita kata menyuruh Nabi kita kata menyuruh membaca wali-wali Nabi kita kata menyuruh misalnya padahal ada tadi jikrul ambiyah nabi ibadah dan jikrul solihin kafarah sama ya menyuruh ngaranya Nabi jadi apalagi peringatan berhubungan dengan diri Nabi membaca sejarah kehidupan wali aja disuruh membaca sejarah kehidupan orang-orang solih aja disuruh apalagi artinya kita membaca sejarah kehidupan Nabi tapi itu dengan dengan iman ngaranya ngaranya dengan iman ini beruntung kalau beruntung orang yang hidup di masa Nabi beriman dengan Nabi beruntung tapi jadi Nabi beruntung lagi orang yang walau hidup di masa aku tapi ini beriman ya kan ya kan dan seterusnya tetap orang-orang yang ada sejaman dengan sahabat tapi masih tetap beriman kepada Nabi di bawah di bawah ke bawah lagi di cicit kita ke bawah pada kita hidupkan tetap beriman tetap beruntung jadi siapa beriman beruntung itu aja beruntung nah tadi apabila beriman kemudian taqwanya jalan maka dihilangkan rasa khaut dan dukacitanya rasa takutan rasa khawatir rasa ini rasa itunya diberikan ketendangan lahumul busra fil hayati dunia fil al ya kan rasa nantiasa mereka itu hidup di dunia dan di akhirat dalam kegembiraan di dunia gembira di akhirat apalagi itu berbohan apa benar-benar menjalin hubungan dengan Allah mantap tadi lah nengaran wali Allah tadi lah orang kuat dalam mengasakan Allah tadi itulah mereka kuat iman nah dengan iman itu tadi lalu mereka itu taqwa lalu dapat selalu kegembiraan baik kegembiraan dunia mampu kegembiraan akhirat jangankan sampai kepada perjalanan hakikat para nabi para wali yang benar-benar pengasaan Allah tadi artinya sampai kita ingin rajin jikir aja diberi ketenangan rajin jikir aja diberi ketenangan mereka mereka yang beriman dengan jikir kepada Allah maka akan diberi ketenangan maka ketahui bahwasannya hati ini bisa tenang dengan rajin dengan rajin jikir mungkinlah kita bisa jalan jikir ada persatuan dalam persatuan bisa kata mungkin bisa kata tagawi jadi kita jikir bisa kata tagawi ayolah berjamaah artinya tempatnya aja berjamaah tapi kita kalau batin sudah peribadi saat kita berjikir peribadi itu nah karena jikir aja tadi sudah mendatangkan ketenangan apalagi yang benar jalan hakikat kepada Allah itu tadi itulah orang-orang yang diberi ketenangan tadi adalah orangnya yang senantiasa beriman dan takwanya jalan dapat kegembiraan dan akhirat dan kita ambil paidahnya tadi jangankan orang yang senantiasa menjalin hubungan dengan Allah dan dapat pengasaan mengasakan Allah dalam amalnya musyahadah jadi ingin zikir yang tadi sudah dapat ketenangan jadi amaliyah amaliyahnya kita dengan Rasulullah kalau amaliyah kita nak menuruti amaliyah Rasulullah ada yang sanggupnya jangankan amaliyah Nabi amaliyah walik kita ada sanggup betapa banyak amaliyah beliau itu ada kekurangan namun Tuhan Seh Mahmud saya jikir aja senantiasa siang malam senantiasa kalau siang malam ini dalam menakib tadi senantiasa siang malam dalam zikir ada belok putan apalagi Nabi apalagi Nabi nah cuma ada kita diberi kesempatan yang bisa dapat kelebihan seperti kelebihan wali walau ada banyak amalan setiap habis subuh membaca Allah 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 dapat kelebihan seperti kelebihan yang diberikan kepada wali walau ada banyak amaliyah seperti amaliyah wali-wali tadi yang ada kaum musahadah ada kaum rokokbah misalnya kita amal akan itu yang dapat baik tadi ini saya akan dapat kelebihan seperti kelebihan daripada wali Allah ulum ada pernah mendengar lagi ada doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah setiap hari selalu di sini yang paling banyak dibaca Rasulullah ada doa dan ada ulum pernah mendengar yang mengatakan doa itu apabila dibaca tiga kali saja membacanya maka sama lawan membaca seluruh amal-amal amaliyah zuhir Rasulullah bukan amal batin lain lagi lah ini amaliyah zuhir artinya doa-doa doa-doa nabi yang langsian malam apa saja yang dibaca doa sidin itu hanya sedikit saja bacaan doanya tiga kali boleh kita membaca sama lawan amalan ikut amalan nabi kita yang seberapa banyak apa doanya Allahumina nas'al apa Allahumina amun sendirian Allahumina as'alukal hudha wal-tuqa wal-affaf wal-gina Allahumina as'alukal hudha wal-tuqa wal-affaf wal-gina Allahumina as'alukal hudha wal-tuqa wal-affaf wal-gina itu saja tiga kali boleh kita membaca sama lawan kita ikut amalan berapa banyak berapa banyak yang dibaca doa nabi tadi ada yang menang orang itu yang mengatakan menuruti amalan nabi mungkin kita kata banyaknya doa tadi yang dibaca al-quran nyata saja kalah jangankan lawan nabi kita lawan wali-wali Allah jangankan lawan wali-wali Allah kalau orang-orang sudah dalam makam abid dalam ibadah kenyata saja kita kalah banyak usaha kita ini yang penting pada ibadah namun sudah kalah juga ayolah ada yang bisa ada sangkutnya kita ada doa yang ada doa yang itu itu namun seperti orang nabi tadi seperti para para awliya Allah kita menyerupai barang artinya ada 4 yang amaliasi sedikit barang yang kita umat yang wajibnya kita sudah tahu saja kita sudah tahu untuk seluruh seluruh umum untuk peribadi-peribadi kita itu ini mudah-mudahan acara kita malam hari ini majlis kita malam hari ini benar-benar dapat ritual dari Allah senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah dengan taufiq hidayahnya kepada jalan yang benar diberikan ilmu ilmu yang benar yang bermanfaat dunia dan akhirat membimbing kita zuhir dan batin mudah-mudahan kita diberikan iman-iman yang benar iman daripada ahlus sunnah walijama'ah mengikuti daripada awliya Allah mengikuti daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah baik dosa besar maupun dosa kecil kita dosa kedua orang tua kita dosa seluruh keluarga kita dosa seluruh orang mu'min mu'minat muslimin dan muslimat jika ada dosa guru-guru kita dosa guru daripada guru kita mudah-mudahan diampuni Allah mudah-mudahan keberkatan mereka sampai kepada kita sampai kepada anak cucu kita dan mudah-mudahan jika ada dosa-dosa orang yang pernah menyakiti kita diampuni oleh Allah diberikan rahmat oleh Allah senantiasa amin ya rabbal alamin uluan mohon ampun maaf minta halal dan ridha dan bihan seberataan salam ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wasallam walhamdulillah alhamdulillah 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 la ilahe illallah 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 ilahe illallah ilahe illallah la 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 ilahe illallah ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر عشاء نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر إن رحيموا رحقوني أعاد 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 يا الله يا الله يا الله إن رحيموا رحقوني أعاد إن رحيموا رحقوني أعاد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا الله 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 اشتركوا في القناة 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله امين سبحان الله 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 ولي جميع المؤمن والأمنة والمسلمين والمسلمات وإلى أروه من لا زائره وزاكره من أهلهم الله مغفر لهم ورحمهم وعافهم 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 الله مدعال القرآن لهم في قبورهم سوفر قيامة سافع وعلى صورة رب العجنة ربق من نار سفو حجاب اللهم أنجر الله الرحمن والمغفرة والسافع والمحب والبركاته من أهل الكبر اللهم أنجر الله الرحمن والمسلمين والمسلمات ورحمتك يا رحم الرحمن اللهم أنجر الله الرحمن والمقصر نقبل عائد تجار ونقرم بسالحة عملنا وعلى الإيمان والإسلامي جمعان توافنا وعلى الله ربنا ولا تحقين الله في ضبنا ولا تأخذنا على ذره وعلى آخر وكلم في الدنيا إن دانته أجلنا كولا لا إله إلا الله محمد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنجر الله الرحمن والمسلم اللهم اجعلن من أهل الله اللهم اجعلن من أهل الله ورضى أخمن نبيو المığın صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم